اشتركوا في القناة بدلا ما يقرأ يقرأ برغبة في التعلم والفهم بدلا ما يقرأ لتصيد الأخطاء أو مش قادر يفهم فأنا أعتقد أن ربنا بيدي نور للمخلص يقول في سفر أمثال تمانية كلها واضحة لدى الفهيم ومستقيمة لدى الذين يريدون المعرفة إذن إذا اقتربت إلى كتاب الله بالتضاع لأنه أقترب من الله نفسه كتاب الله يعبر عن ما هو الله أقترب إليه كأني مقترب إلى الله عظمت كلمتك على قياس عظمة اسمك فأقترب بكل اتضاع وأطلب منه هو اللي كتب الكتاب ده ما زال يحيا هو الحي إلى أبد الأبد هو الله أقول لله وهو أريب مني مع أنه عن كل واحد مننا ليس بعيدا أضف إلى ذلك أن النهاردة عندنا قواميس وعندنا حاجات مساعدة يعني لو كلمة مش واضحة أنا أقدر أفهم معناها من الإنترنت بسهولة جدا فأتمنى من قلبي عندما نقترب إلى كلمة الله نقترب بخشوع وتقدير واحترام والله سوف يكشف لنا كل شيء وتواضع كمان على أساس أنه أنا بتعامل مع كلمة الله حتى لو مش فاهم وأنا فعلا عندي رغبة واشتياق أنه أقترب إلى الله الله رايح يجاوبني من خلال الكلمة وأنا دائما بقول ما تتصفح الكتاب مثل جريدي اقرأ الكتاب بحيث أنه الكتاب رح يجاوب على نفسه قارنين الروحيات بالروحيات اشتركوا في القناة